عندي شقة ايجار هل عليها زكاة الممتلكات الشخصية طالما غير معدة للتجارة ليس عليها زكاة الممتلكات الشخصية ليس عليها زكاة لكن الاجار اللي بناخده من الشقة ده اذا كنا احنا بناخده بنصرفه فخلاص ما فيه زكاة لكن لو انا باخده بعينه وبلغ النصاب وحال عليه الحاول يعني بلغ عد تحوشه لغاية ما بلغ 8-85 جرام من ذهب عيار 24 ومر عليه سنة هجرية هنا بيخرج عليه زكاة لكن مجرد انه ابض الاجار كده فقط ليس عليها زكاة هل اداء العمرة افضل ام صدقة سقيا الماء الانسان الاصل انه هو لا يقارن بين القربات ويفعل المستطاع ولا شك ان العمرة اجرها عظيم فالمتابعة بين الحج والعمرة تنفيان الفقرة والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد فيفعل الانسان العمرة ويشارك فيه الصدقات على قدر ما يتيصر له الله تعالى اعلم وان استطاع ان يجمع بين الحسنيين فبها ونعمات طلبت مني احدى الزميلات جهاز كهربائي بعدما احضرت لي لم اجد له قطع غيار فتبقى لا جزء من المال قلت لن اعطيك حتى تحضري قطع الغيار انقطعت الاخبار لا اعصر عليها ما حالي المبلغ طبعا كن ان كان هي وكيلة فقط مش تجرى وطلبت واشترت الحاجمة فالاصل احنا نعطيها المال فمطل الغني ظلم فهذا ظلم ان يتوب الانسان منه كن ان احنا مش قادرين نصل اليها لو قادرين نصل اليها ولو بالصفر اليها او ما شابه نذهب ونعطيها المال اذا كنا لا نستطيع كما ورد في السؤال نتصدق بهذا المال عنها نتصدق بهذا المال هذا عنها ونتوب الى الله من فترة المماطلة فمطل الغني ظلم